نناني الناني يا ناني يا حلو انت يا جميل يا حنين على الوسط يا أستي إذن خلال هذا المساء سنتقاسم معكم بعض الحقائق التي قد تعجب البعض وقد لا تعجب البعض ولكن نحن في هذه القناة متواجدين منذ أزيد من ثلاث سنوات وأزيد من خمسة شهور من أجل الكشف عن جميع الثغارات العيوب الشهليب، التحراميات، النواقص، التجاوزات الخروقات إلى آخر من أجل يعني معالجتها وتجاوزها في النظام الأساسي المقبل الذي أصبح جاهزا مع نهاية هذه السنة 2022 والآن ننتظر التنزيل الذي سيكون وفق البرمجة المعدة مسبقا في 18 يناير 2022 ومشي بعيد يكون الاتفاق أو التوقيع الاتفاق النهائي متزامنا تخليدا لاتفاق المرحلي الموقع بتاريخ 18 يناير 2022 ومشي بعيد يكون هناك توقيع الاتفاق النهائي خلال هذا الشهر ويكون متزامنا مع المحطة 18 يناير 2023 إذن ما نتمنى هو أن يكون هناك انفراج وأن يكون هناك جدية في التعامل مع معالجة الملفات جدية في تنزيل مضامين الاتفاق 18 يناير لأن رئيس الحكومة الآن ينتظر المضامين المالية لاتفاق 18 يناير وأيضا نتمنى أن يطوى الخلاف يطوى الخلاف المفتعل بين النقابات وبين المصالح الوزارية حتى يتفرغ الجميع إلى الإصلاح إلا كان عندهم شينية في الإصلاح دي المنظومة التعليمية وتجنب الهضر دي الزمن المدرسي دي التلميذ وأيضا الإقطاعات التي يتعرض لها المضربون فهذه كلها يجب أن يتم يعني تجاوزها مرة واحدة إذا فضلا وليس أمرا قبل ما نبدأ تنسوا شبارتاجو على نطاق نوسع حتى تعوم الفائدة تكترون من جيم الإعجاب لايكات ضغطوا على الجرس حتى يصلكم الجديد إذا نغيرنا المكان حتى نتميم فعلا خلال هذا الأسبوع الأخير من شاردو جنبير لاحظنا بأن النقابات قد اجتمعت وجهزت المدكرة الموحدة تفصيليا نهائيا وتم يعني خلال هذا الأسبوع الأول من 22 23 عفوان يعني لاحظنا أن هناك وقفات احتجاجية اللي بدأت منذ الأمس لاحظنا توحيد بعض التنسيقيات لفي السابق كانت كلهم كانوا تقوموا بالوقفات والاحتجاجات جنبا إلى جنب بدون أن يكون لهم أي اتحاد الآن قاموا بتشكيل اتحاد إذن كل هذه الأمور ليست والدة اللحظة وإحنا رأي هضرنا في الفيديو السابق وعرفنا الأمور بلنش نعود الرجوع فعلا نضمن لهم أخرا صحاب الترقيات المجمدة اللي ما توصلوش بالترقيات ديلهم وهذا منحقهم منحق ديلهم وإحنا شرنا سابقا كيفاش أنهم ملتزموش بصرف المستحقات في الوقت ديلها رغم تصريح ديل وزير التربية الوطنية رغم التصريح ديل رئيس الحكومة رغم التصريح ديل ناطق الرسمي بسلم الحكومة كل هذه التصريحات ولكن أخلف الوعد وباقي الآن من ينتظرون صرف المستحقات ديلهم لها ديون على الدولة وكان من المفروض أن يتوصلوا بها خلال السنة ديل 2022 للأسف الشديد هناك مجموعة تفوق 37 ألف بقمة وصلتش جزء كبير من الرتب خصوصا رتب السادس هو ما فوق وأيضا تصقيف ديل 1 2021 نتمنى أن سيستطرق الأمر ويصرف للناس الفلوس ديلها خلال هذا الشهر أو في أقصى حد الشهر ديل الفبراير إلا إذا كان يعني خصهم يأخذوا الفلوس من الميزانية ديل 2023 فبطبيعة الحال لن يتم الصرف ديل المستحقات ديل الرتب ما تبقى من الرتب لوجه كبير كما قلت و تصقيف ديل 1 2021 إلا من بعد نهاية أو بداية مارس نهاية فبراير أو بداية مارس أو في شهر مارس إما في نهاية فبراير أو في نهاية مارس بداية نعرف إذا من هنا تلاحظوا بأن خلال هذه الأسبوع النقابات ستتواصل مع المصالح الوزارية ومن بعد أسبوعين احتمال أنهم يوقعوا اتفاق النهائي لأن حان الوقت باش ينزلوا النظام الأساسي وأيضا من أجل تفعيل المضامين ديل 18 يناير والمراسيم رائع جائزة كما قلت النصوص النظامية جائزة وأيضا منظومة تعويضات جائزة والنظام الأساسي بطبيعة الحار رائع جائز هذه مسألة لا تناقش إذن الآن طياب العنب رائع بدأ تطيب فيهم في الأول كانت يقول لك ما ننزل النظام الأساسي حتى يتم الاستجابة إلى الملفات الخلافية وهي هذا الطابع المركزي وهي عبارة عن ملفات تقريبا شبهة تعجيزية الآن بدأ تهيئ فيهم حتى أن الأغلبية والجميع والتي يقول لك بغينا نشوفه غير النظام الأساسي وبغينا يتنزل إذن أهداف تم تحقيقها بالنسبة له فعلا ذاك الشيء اللي طافق عليه في 18 يناير هو اللي كان رغم أنهم في العلان كانوا تقول بأن نظام الأساسي تنزل في آخر يوليوز ولكن هما اللي كانوا متطافقين عليه هو اللي جاء به بن موسى في أول في الأول في منذ 15 أكتوبر 2021 اللي كان تصور دير الوزارة والحكومة أن التنزيل دير النظام الأساسي سيبدأ من فاتح يناير أو من شهر يناير 2022 والتفعيل يكون بابتداء المشهور تنبير 2023 يبان أن هذا الشيء اللي سيكون بعض تعليقات لبعض الإخوان تشير إلى الإداريين ما الإداريين تتجمع وتتفرق أنا ما تتنجمع ما تتنفرق أنا اللي كنا تقول وليس لخلاف مع إداريين لهم أخوتنا وصحابنا وعزاز لنا ولا مع أستداء ولا مع أستادات إلى آخره ولكن نحن نقول كلمة الحق و يعني الأمور كيف تكون وكيف تم التوافق حولها أولا لأن الأمور حسم فيها من الأول عندما تم الدراسة التفصيلية للملفات والفرز والتصنيف والترتيب حسب الأولوية ومن إداره الاتفاق 18 هنير والمضامين دياله رأعرف ما إشداره وتصور ديال الوزارة والحكومة في معالجة هذه الملفات إلى أخير إذا النظام الأساسي سينزل في يعني سيكون هناك اتفاق نهائي خلال هذا شهر مسألة لا تناقش بالنسبة تنزيل النظام الأساسي رأي تنزل لأن مني تقول واحد أن النظام الأساسي سيؤجل رب حالة تقول بأن الحكومة قد تخلت على إصلاح التعليم وهذا غير صحيح لأن حتى في القانون المالي دي 2023 تم رسل اعتمادات المالية لغاء يعني لغاء التفاعل واتأجرأ يعني جميع الإجراءات المتضمنة في المضامين للتفاق 18 يناير وأيضا جميع الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الجديد إذن هنا نعرج على بعض ليتشيروا ببعض التعليقات يأما ما تكونوش متبعين زيانا الفيديوهات لتنذيروا يأما ما فاهمينش يأما ما تبغوش فهم لأنهم تدخوضهم العاطفة وتدخوضهم أيضا أنانية المفرطة أنوا بعد الطوفان وتفكروا غير في روصهم إذن الأشياء اللي ما تتصبح في المصلحة دائما على الأقل دائما الباطن يرفضها نشير إلى هذه النسيقية اللي يخرجوه سواء دي الخارج السلم سواء دي بين مزدويجة ما كانش خارج السلم كان درجة ممتزة يعني النظام الأساسي 2003 لا يوجد فيه شعاج اسمها خارج السلم نظام ديال درجة ولا بالنسبة المرتبين العاشر خارج سلم التاسح وأيضا دوك اللي جابوهم باللي قال لي عندهم مشكلة مع إصلاح دي البنكيراني ضحايا النظام الأساسيين أو المرسوم الأساسيين أو ماذا 85 2003 هادو هادو اللي أصلا ما كانوش معنيين كضحايا لأن أصلا الميل نار اللي تحط في 2012 تحط على أساس القابعين في العاشر لذا السيجون دي سيجون دي من بعد شافوا رسم ما وكلش لهم لأن كاللي ما دلست 2012 2010 ما يمكن شيقول السيجون دي سيجون دي سيجون من بعد داروا لهم أنهم ضحايا وما هم ضحايا بل خويل إليهم خريز السلم التاسع ردوهم ضحايا الزنزان العاشر وأيضا الأفواج 93 94 كانوا ندروا لهم في بعد الآن كلهم دخلهم في المرتب هنا في العاشر 93 94 إلى آخر كل واحد باقي في العاشر أو مرتب في العاشر بالنسبة لباقي خدام إذن هنا تنشوفوا كلهم الضحايا الأصليين للضحايا النظامي وقد دائما نقول لكم هم خريج السلم التامين با كالوريا بالسلم التامين من 80 الأفواج الـ 86 وفعلا هذا يحصل الأول من كانوا حصاوا ضحايا النظامي الأولى خصوا يكون خريج السيف أولا من مركز تكويل المعلمين وتانيا خصوا يكون محصي من 79 حتى 86 لطبيعة الآخر هدو هم الأفواج ديال تمانينات اللي تعينوا بالسلم التامين لأن خمسة هدو هما اللي كانوا معنيه كضحايا النظامين وكانوا باغين نصفوهم ويعطوهم سنوات عطبارية بالمادة 115 باش عوضوهم من السنوات التي يعني قرصنا المسارين المياني سنوات نصفوهم باربعة عشر سنة من التام لتاسع يعني تنتسال للدولة ربعات سنين وأيضا كنا من المفروض في 95 تعينوا في التاسع وبالتالي في 2001 نكون نستوف في الشر دير 15 لستة كانت ترقية استثنائية كنا سننزل العاشر أوتوماتيكيا أو في حالة من ما عينونا كانت ترقية استثنائية تبدأ من 96 كون يعني ترقينا التاسع في 96 كنا في 2000 وجوج باقي الترقية استثنائية ما كملتش كنا سننزل ترقا لل عاشر هذيك الشيء لاش في 2003 جاو وفتحوا باب الطرقي إلى السلم العاشر باعتماد المادة 112 يعني الشرط 15 على 6 من أجل فك الحصار للسلم التاسع قابعين بالسلم التاسع بدأت هذي ترقية التقييد بالمادة 112 من 2003 وكانت ترقية بأربع سنوات استثنائية يعني في حدود أربع سنوات كما تديروا الآن تصعيف تتقيد بعشر سنوات بعد أربع سنوات يعني تدوز أوتوماتيكم إلى السلم الموالي بتصقيف يعني تقيدنا في 2003 في حدود أربع سنوات أربع سنوات استثنائية كرخصنا يعني في 2007 يكون بمفعول مادي لباقي خدام كلهم يدوزوا من 2007 كينين اللي تقايدوا من 2003 ومترقاو تل 2010 في حين اللي تقاعدوا كان خاصهم يتقاعدوا بالسلام العاشر وما تسريش فيه ما يخدعوش الكوطة لأن المتقاعد ما تسريش عليه الكوطة قاعدنا للأسر الشديد وحنا مقينين لأزيد من 3 سنوات قبل حدفنا من الأسلات وحديثت المناصف دينا لأزيد من 3 سنوات وفتحوا بها بطرقي للسلم 11 السلم 11 اللي هم الآن يطالبون بخارج السلة إذن هما كانوا يرفعون لنا واخدوا لنا المناصب المالية دينا ودازوا لل 11 أين ما تبقى كانت يجبوا أصحاب السابع مرتبين السابع 72 79 وبالأقدم الآمة ويتقيدوا بالمادة 12 مكان اشتت عنهم نحن كنا يلا مرقين من روحدة 22 سنة يلا مرقين من روحدة من روحدة اللي كانت عندنا الأولوية اللي كان في 95 سنة عند 9 وما 12 وما دخلو بالسابع وآنا ذا 85 كان البلافون والتاسع ومين ومين تفتح 10 ومين تفتح لأساس بدأ التوظيف بالتامن إذن في 2003 من تفتح باب طرقي سلام 11 11 تفتح على الأنقاض دينا لماذا؟ لأنك لا تدير سلم تاسع في طور الإنقراض خاصة لا تفتح شي سلم يعني لا تفتح باب طرق الحادي عشر حتى يتم وضع السلم تاسع في طور الإنقراض حتى ينقريد السلم تاسع فيعلان ذاك شي مداروش لأن الأعراف دياله والعشوائية وعدام دراسة الملفات وانطقائية في الملفات إلى آخره كانوا تديروا يغلبوا هذا الشيء لماذا؟ نفس الشي يريد أن يديروا في هذا النظام الأساسي الجديد وقال لك حنا واشترنا قابات لدافع عليهم باستيماتها ويقول لك خارج السلم لما كانت تحاجة في حين أن هناك الآن محاصرين في العاشر أفواج للتسعينات وما يريد أن يأخذوا أور الشيء لماذا؟ لأنهم ملفوا في 2003 كنين لمقابعين بالتاسع وفتحواها بالترقي دوز أموما وخلوا نحن تقعدنا بالتاسع إذن جميع الاختلالات وهذه النواقص تم حصرها من طرف شكيب الموسى ويجب معالجتها وتصحيحها ولن يتكرر نفس الأخطاء التي راكمت هذه الملفات التي جاءت بنظام شائر تفيئي تمييزي ظالم غاشم لخلفها التراكمات وخلفها تخير في الترقيات فلن يتكرر الوضع مع النظام الأساسي الجديد وذلك من تبه الاستياد شاكيب الموسى وقام بمعالجة الملفات وفق الأولوية والأسباقية ننتهى الكلام لتنرجع في في ألف ألف وتسعمائة وخزا وتسعين منك عدلة شروط توظيف ملة الباكالوريات يعين بالتاسعين الفوج ألف وتسعين عنده ستة شهر في التامين تعين في التاسع من فاتح مارس خمسة وتسعين وجاءوا في ألف وعبع طعش وعدلوا المادة مية خمسة على ستات المرات واستافد من سنوات اعتبارية تغطي الفترة الفترة بيلت التي تم فيها التعيين في التامين وطاريخ التعيين يعني الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في التامين وتاريخ التعيين في التاسع وعطوه ستة شهر تبعوا معي الفوج جوه لثلاثة وتسعين عنده عام ونص في التامن دخلو يعني تعين في التاسع من فاتح مارس ألف وتسعين ألف وتسعين عنده عام ونص وجاءوا في ألفين وعبع طعش وبالمادة مية وعطوه يعني الفترة الفاصلة سنوات اعتبارية تغطي الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في التامن وتاريخ التعيين في التاسع اللي هو فاتح مارس خمسة وتسعين واستافد من سنة ونصف اعتبارية سنة ونصف في حين احنا في خمسة وتسعين كانت عندنا نفس الشروط التي توفر على هذه الأفواج تتوى تسعين وعطوه وعطونا 12 سنة في الثامن وكلا نظر بعد عشر سنة في الثامن وما تعيناش في التاسع في خمسة وتسعين باش يحرمونا في ألفين وواحد والألفين هجوج نكونوا دزنا للعاشر ويعطونا المادة ميوطناها اشتتناعين باش نترقاو باش يعوضونا على هاد الشي لهذه الخروقات ويطبقوه تاني فينا الكوطة ونطقاعدو بالتاسع وفلوسنا يدوزو بها خارج بها يعني الناس اللي تزولوا للحضاعش فتحوا بها باب طرق للحضاعش هادو اللي الآن الخارجين الراجعين 12 ألف درام 19 سنة هو تضروفها مش دياله وقال للآن خارج السلم أنا الأول وتدافعوا علي النقع في 2014 فوجي 93 أعطوه عام ونص سنة اعتبارية فوجي 94 أعطوه 6 أعطوه اعتبارية قالك تيعوضو على على ذاك الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الثامن وتاريخ التعيين في التاسع وحنا اللي عدنا 12 سنة وكنا اللي عدو 14 سنة ما تعيينش أخوية في التاسع وتيجو تيجو فاش في 2019 من يتحل هاللميلف ديال دحايا النظامين اللي فالسيفية وكان الفوجي 93 أعطوه شوف الخروقات والتجاوزات 93 أعطوه ما دخلوهم مش كده حايا النظامين كانوا ما دخلوهم مش كده حايا النظامين هذا الشال اللي عدو اللي يميل في بوحده وكانوا خرجوا مع مع النقابة ديال الونتي ام خرجوا معاوه واحد استافد من المادة 115 من سنوات اعتبارية لا يستفيدوا من عرض المرسوم ورغم ذلك الفوجي 93 أعطوه 94 2014 استافد من المادة 115 مكررة 6 مرات 6 مرات واستافد من سنوات اعتبارية بين 6 شهر وام ونص وفي 2019 يعاودوا وخامك كينشا داك المرسوم تقول لك اللي استافد من سنوات اعتبارية ما يستافدش يعني اللي استافد المادة من 15 ما يستافدش من هذا المرسوم بعد الضغط الى اخره وتحت الدف عود استافدوا تاني من ثلاث سنوات اعتبارية بصفتهم انهم تعينوا بالسلم التامين تعينوا بالسلم التامين اذا تحت الدس توحد من ساق الخبار وحينوا لهم الوضعية الادارية دية لهم تاومة وتواحد من ساق الخبار ودار بين الطم والنقابة عالمة هذا كشي علاش للان في الفين في التسقيف دي الواحد واحد الفين وواحد وعشرين كينلي داز بالتسقيف لانه كينلي ما ترقق حتى الالفين وعشرة ترقق السلم العاشر في الفين وعشرة بامتحان الكفاءة الميانية وعطاوه ثلاثة سنين لكينة في المرسوم جلس ساعتاش خمسمية وربعة وولات محينة الوضعية دياله الادارية من الفين وسبعة ديز من الفين وسبعة واللي موظف قبل منه بالثمانينات في الثمانينات وتواه مخرج بالباكرورية والثامن مدازة الالفين وعشرة العاشر إذن واللي مستفد من المادة مية وخمسة عشر مكرر ست مرات في الفين ووربعة عشر واخدين بين ستة شهر وعام ونس فوج ديال ربعة وتسعين خداء ستة شهر فوج ديال تلاتة وتسعين خداء عام ونس وبعد الضغط رغم أن المرسوم تيقول لك اللي مستفد من المرسوم من السنوات اعتبارية من المادة مية وخمسة عشر لا يستفيد من هذا المرسوم وعاودوا تحت الدف وعاودوا تاني يعطوهم سنوات اعتبارية وحيينوا لمنوضعيات الادارية وعطوهم كاتة سنين يعني الفوج ربعة وتسعين ولا مستفد من ثلاثة سنين ونصف سنوات اعتبارية والفوج ربعة وتسعين مستفد من ثلاثة سنين ونصف سنوات اعتبارية والفوج تلاتة وتسعين ولا مستفد من ربعة سنين ونصف سنوات اعتبارية في حين أنا اللي تخرجوا بالتامن لهم الله ومشاوا تدازوا وبالتصحيف في حين بما أنهم تهم يعني بناوا على هاد الاساس انهم توظفوا بالتامن فتال ديالي الثمانينات توظفوا من 8 إلى 86 تاعمة راتوظفوا بالتامنين تعينوا بالتامن وكان من المفروض تاعموا يستبدوا من المادة من المرسوء من المادة مية 15 مكررة 6 مرات ويستبدوا تاعمة من سنوات اعتبارها تغطي الفترة الفاصلة بين تاريخ التعين في التامن وتاريخ التعين في التاسع هادش اللي حرموه وهذا تجاوز بيين وغاد نعاود نفصلهم زيان من بعد ها التجاوزات اللي تدارت هتدس إذن بلا من نطوله بزاف لأن الفيديو أطوال إذن الآن الأسبقية الأولوية لكل من تقاعد بالسلم التاسع ضحايا زنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 وأيضا ضحايا الموظفين قبل 1993 والناس اللي عنده خبرة هرى فاهمين والطرقية الآن والأسبقية لكل من تقاعد بالسلم التاسع من 2003 إلى 2019 مسألة لا تناقش وكل من كان ضحايا الزنزانة التاسعة وضحايا المادة 112 وطاقة عادة من 2003-2004-2005 المساء لهم الأولوية والأسبقية تنسوش بارتاج ولا نطلاق واسعة تتعمل في عجب اللايكات ومن بعد سأخذي نوضح لكم بعض الأمور حول الضحايا المزورين تحية نظارية نظارية أمور